ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآن وقد كنتم تستعجلون لا 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 حراما وحلالا الله أذن لكم أم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما يتبعنا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله وهو السميع العليا وذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن الحزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتمع الذين يدعون من دون الله شركاء يتمعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه والنهار ممصيرا والنهار ممصيرا إن في ذلك آيات لقوم يسمعون قالوا ابتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيني بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا تكن عليكم أمركم غنة ثم قضوا إلي ولا تنورون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجينا ومن معه في الفلك ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا صندر كيف كان عاقبة المندلين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر